اهلا بكم اصدقائنا في حلقة جديدة من برنامج العيادة. النهاردة هنتكلم عن اصرار تناول الشاي الاخضر لحصول على بطن مسطحة وحرك الدهون بسرعة خلال اسبوع. ولكن قبل الدخول في محتوى الحلقة على اعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة. اهلا بكم. قبل الحديث بشكل مفصل عن ابرز الطرق الكفيلة للتخلص من الوزن الزيت خلال اسبوع واحد. لابد من تسليط الدوق على ابرز العادات الصحية التي تعد مفتاحا حتميا لتحقيق افضل النتائج بهذا الشأن والتي تتمثل بشكل رئيسي في تناول كميات كبيرة من الماء ومعدة لا يقل عن ليتريني يوميا. والاكثار من تناول الخضروات والفواكه على اعتبارها غنية بالالياف المساهلة لعملية الهضم والتي تحسن من كفاية عملية التمثيل الجزائي. وكذلك الحرص على ممارسة الرياضة لمدة ساعة يوميا على الاقل. لضمان حرك الشحوم المترقمة في مناطق الاسم المختلفة. وخاصة الارضاف والكرش. حيث يسف الاطباء العديد من انواع الاعشاب التبية العطرية الكفيلة بالتخلص من خلال وقت قياسي. وذلك لانها تلعب دورا جوهريا في التخلص من السموم وترقمة في الجسم. وتساعد ايضا على تحسين عملية الهضم. ويصنف الشاي الاخضر على انه واحد من اهم النباتات العشبية. المفيدة في التخلص من الوزن الزيت خلال اسبوع واحد. حيث يعتبر الشاي الاخضر مفيدا بشكل كبير في عملية التخصيص. ويمكن شربه مع اتباع النصائح التالية. اولا نقع الشاي الاخضر بماء ساخن جدا. ثم نغطيه جيدا لفترة كافية. وذلك للحيلولة دون تبخب الزيوت العطرية منهم. ثانيا يوصى بتناول ما لا يزيد عن ثلاث الاربع اكواب من هذا الشاي. ويفضل ان يتم تناوله بعد الاكل بساعة او قبل الاكل. مع الفرص على عدم تناول اكثر من هذه الكمية تفاديا للمضاعفات الجانبية الخطيرة التي ترافق الافراد في شرب الشاي الاخضر. بما في ذلك الصداع وتسرع ضربات القلب والعصبية والارك الشديد. ثالثا ينصح بتناول كوب من الشاي الاخضر في الصباح الباكر وعلى الريب بمعدل كوب واحد قبل الوجبات الرئيسية. حيث يساعد الشاي الاخضر على حرق الدهون المتراكمة في الجسم. كما يقول جهاز المناعي ويزيد من الشعور بالشبعة. ويوصى بتناول كميات كافية من الماء تفاديا لجفاف الجسم. لان الشاي الاخضر يعد من المدرات القوية للبول. اما عن الفوائد العامة للشاي الاخضر لا تقتصر فوائد الشاي الاخضر على التخلص من السمنة في حسب. بل يساعد ايضا على تنزيم معدل الكولوكوز في الدم. ويمنع من ارتفاع السقة. مما يجعله مفيدا لمرضى السكري. وكذلك فهو يكي من امراض القلب من خلال خفض معدل الكولوسترول الدار. وايضا فهو يكي من السرطنات ويعالج تسويس الاسنان كونه مضادا للاكسادة. وفي نهاية حلقتنا نتمنى لكم دوام الصحة والعافية. ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والاعجاب بالفيديو. وترجمة نانسي قنقر